بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر الإدارة المالية واحد اليوم بإذن الله سنتحدث عن الأصول كنا قد تحدثنا عن ميزانية عمومية سنتحدث عن الأصول لكن قبل ذلك دعونا نستذكر الدرس السابق نحن تحدثنا عن الميزانية العمومية أو ما تسمى أيضا بالمركز المالي تهدف هذه الميزانية إلى بيان قيمة الشركة الحالية وهي عبارة عن عملية محاسبية بسيطة لجميع أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمية كما أيضا تقدم لمحة سريعة عن أداء أو حول أداء الشركة الراهن والأداء المتوقع نستذكر المعادلة ذكرنا إجمال حقوق المساهمين حينما يبدأ أو تبدأ المنشأ بالانطلاق هناك رأسمال هذا الرأسمال يسمى حقوق المساهمين أو يسمى حقوق الملكية أيضا كذلك إجمال الالتزامات هي الالتزامات التي على الشركة الديون التي يجب أن تسددها الشركة تساوي الأصول إذن لابد من الطرفين أن يكونوا متساوين ذكرنا لو كان لدينا التزامات بقيمة مليون ريال مثلا وإجمال حقوق المساهمين مليون ريال إذن لابد أن تكون الأصول كم ذكرنا لابد أن تساوى وبالتالي تصبح مليونين وهكذا ذكرنا أن الأصول هناك ما يسمى بأصول متداولة هناك أصول أيضا طويلة الأجل وكذلك الالتزامات سنتحدث عنها بإذن الله في الدروس القائل ذكرنا يتم معداد الميزانية العمومية أو المركز المالي في نهاية فترة مالية مثلا نهاية العام وهي تشير إلى قيمة الأصول والالتزامات وصافي قيمة الشركة خلال هذه الفترة إذن تبين لنا ما الذي تمتلكه الشركة من أصول سواء مباني أو معدات أو غيرها من أصول المادية وكذلك قد يكون من الأشياء كما ذكرنا العلامة التجارية وغيرها وذكرنا التزامات الحقوق التي للآخرين وكذلك صافي قيمة الشركة خلال هذه الفترة ستوضحه الميزانية العمومية ذكرنا لا يلزم أن تعكس هذه القيمة محددة قيمتها السوقية قد نشتري أصول ونضعها في قائمتها أو في القائمة بتكلفتها وقد ترتفع قيمة هذه الأصول وذكرنا مثال الأراضي التي قد تشتريها المنظمة قد ترتفع قيمتها وبالتالي نحن نكتبها بقيمة التكلفة فقط اليوم بإذن الله سيكون أيضا درسنا في الفصل الثالث وهو الميزانية العمومية ما يتعلق في الأصول لدينا نبدأ في الأصول المتداولة ماذا نقصد بالأصول المتداولة؟ يتم عادة سرد الأصول المتداولة بحسب الترتيب أو ترتيب السيولة النقد ثم الذمن المدينة ومن ثم المخزون سنوضح ماذا نقصد بين النقد والذمن المدينة وكذلك المخزون أولا يتم الحصول على المواد الخام ثم يجري تحويلها إلى سلاع تامة وبعد ذلك يتم بيع المخزون فتتلقى الشركة إما ذمن المدينة أو مدفوعات نقدية لو افترضنا أن شركة بدأت نشاطها بالتأكيد هي تبدأ بماذا؟ بشراء المواد الخام تقوم بعملياتها ومن ثم تخرج منتج وتبيعه إلى العملاء أو المردين وغيرهم إذن ما تم إنتاجه وهو جاهز للبيع هذا ما يسمى بالمخزون فإذا أردنا بيعه إما أن نبيعه ونأخذ الأموال وبالتالي هذا ما يسمى بالنقدية أو نأخذه ويقوم الشخص مثلا بالتقصيد أو السداد لاحقا سداد لاحقا إذن ديون على الآخرين للشركة وهذا ما يسمى بالذمم المدينة إذن مثلا نفترض أنها باعت بقيمة مثلا مليون ريال مبيعات قد يكون هناك نصف هذه المبيعات ذمم مدينة بالآجل والدفع بالآجل وهو وارد كثيرا أو دائم في عمليات المبيعات الشركات وكذلك هناك مثلا شركات تدفع النقد من خلال شراء مباشرة وتدفع النقد وهناك شركات تقوم بالدفع بعد التصريف وغيره وبالتالي هذا ما يسمى بالذمم المدينة تبيعها الشركات في هذه الطريقة إما سلع أو خدمات أول اثنين معا إذن ليس الأمر فقط هو منتجات أو سلع قد يكون أيضا خدمات وتمثل هذه السلع ما يسمى كما ذكرنا بمخزون الشركة كم لديها من مخزون تستطيع بيعه وتحويله إلى نقد حين تبيع الشركة السلع أو الخدمات التي تقدمها تتلقى في مقابلها كما ذكرنا إما مدفوعات نقدية فورية أو وعودا بالدفع في المستقبل إذن سندفع بعد مثلا تصريف هذه البضاعة بالنسبة للعملاء أو لغيره وينتج عن هذا البيع الاتماني ذمم مدينة تكون عبارة عن أموال مستحقة للشركة إذن الشركة تطلب هذا الشركة الأخرى أو العملاء مبالغ إذن هذا ما يسمى بالذمم المدينة وسيأتينا تفصيل أيضا ماذا نقصد بالذمم المدينة هناك ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها وهي قد تكون الديون المعدومة في حال متجر حلويات دانا نحن ذكرنا دانا في قائمة المركز المالي وسنستمر بهذا المثال في جميع الدروس ففي حوزته أو في حوزة هذا المتجر مليون ومئة واثنين وسبعين ألف ريال من الذمم المدينة بمعنى ماذا نقصد؟ إذن يطلب الآخرين أو لديه ديون على الآخرين بقيمة مليون ومئة واثنين وسبعين ألف ريال ويشكل هذا الرقم صاف المبلغ المحتسب بعد طرح الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هناك ذمم مدينة قد لا تحسبها الشركة نضير مشاكل فيها وبالتالي هذا ما يسمى مشكوك في تحصيلها إذن قد نفقد سدادها نضير مشاكل قد تكون لدى الشخص الآخر إما بالإفلاس أو غيره وبما أن الذمم المدينة لا تسدد جميعه للشركات أحيانا من الضروري تحديد مخصص لهذه الذمم المشكوك في تحصيلها قد لا يقوم البعض بسداد المبالغ عليهم وبالتالي لابد أن تراعي المنظمة في قائمة المركز المالي هذه الأمور وتضع الذمم المشكوك في تحصيلها وتطرحها من هذه الذمم المدينة حيث يتم تضمين صافي الرقم الممكن تحقيقه في جدولة أصول الشركة أصول إذن هي للشركة مبالغ تجاه الآخرين وليس التزامة لابد أن نفكر أن الذمم المدينة هي التزامات على الآخرين لصالح الشركة في المقابل أيضا ولد البيع النقدي أصلا نقدية للشركة ولكن بما أن احتفاظ بالنقد لا يحقق أي عائد يتم استثماره أو استثمار جزء منه في أدوات نقدية قصيرة الأجل كما أشرنا لها مثلا في ما يتعلق في حكم النقد على أن يمكن الجمع بين النقد والأدوات النقدية قصيرة أجل تحت تصنيف النقد وما في حكمه نحن حينما يأتي أموال للشركة تبيع مثلا منتجات بقيمة مليون ويأتيها مبالغ نقدية وتقوم بدخالها مثلا بخزينة هذه المنظمة إذن وجود الأموال دون استثمار أو غيره سيكون خسارة على الشركة ذلك الشركة قد تقوم مثلا ببيع سندات أو راق وغيرها بما ذكرنا سابقا الأصول المتداولة التي يسهل بيعها ومن ثم الحصول على النقد مرة أخرى ذكرنا أن الأصول المتداولة هي الأصول التي بالإمكان أن نبيعها خلال فترة أقل من سنة ونحصل على الأموال مثلا لدفع رواتب أو سيولة وغيرها بحسب ما تراها الشركة ولكن الوصول الثابتة أو وصول طويلة الأجل ذكرنا هي المباني والمعدات وغيرها التي تحتاج لوقت لتحويلها إلى نقد فبالتالي إذا أتى أموال للشركة من المبيعات وتشكل نقدية قد تقوم بتحويلها إلى استثمارات قصيرة الأجل لكي تستفيد منها ومن ثم تبيعها إذا أرادت سيولة أو لمثلا تمويل مشاريع فيما يتعلق بمجر حلويات دانة نعود للمثال إجمال النقد والأوراق المالية قصيرة الأجل القابلة للتسويق هي 373 ألف ريال إذن الأموال التي لديها في النقدية وكذلك الأوراق قصيرة الأجل التي تستطيع تحويلها إلى نقدية بأقل من سنة يبلغ قيمتها 373 ألف ريال يمكن استخدام إذا كان لدينا التزام سواء المورد أو غيره أو رواتب نستطيع تحويل هذه الأدوات بسرعة ومن ثم فورا ندفع هذه الالتزامات كما يعتبر النقد وما في حكمه والذمى مدينة والمخزون أصولا رئيسة قصيرة الأجل لأن عادة ما تكون أقل من سنة لدينا ما يسمى بالأصول المتداولة الأخرى هي المصرفات المدفوعة مقدما التي تنشى عند دفع المصرفات قبل حدوثها هناك مثلا بعض الأشخاص يقوم بالدفع قبل الاستلام أو قبل مثلا أن ننتج له المنتج وغيره وبالتالي هذا ما يسمى بالمصرفات المقدمة يقوم بالدفع مقدما وبالتالي هذا ما يسمى بالأصول المتداولة وهذا أيضا وارد في قطاعات الشركات وغيره إذن حينما يدفع الأشخاص مصرفات قبل حدوثها إذن هذا ما يسمى بالأصول المتداولة وهي أيضا تعتبر من أصول الشركة التي ستضعها في قائمة المركز المال فعلى سبيل المثال يدفع قصد التأمين في بداية البوليسة وهذا ما يولد أصولا في المصرفات المدفوع مقدما دائما وأبدا في ما يتعلق في شكل التأمين مثلا الأشخاص الذين يؤمنون يدفعون مبلغ مقدما كامل المبلغ ولم تأتي الفترات لهذا المبلغ هناك قد تكون دفعات على فترات معينة وبالتالي هذا مثال على أن أشخاص يدفعون وتتناقص مع تناقص المدة إلى أن تصل إلى الصفر بعد انتهاء الفترة كذلك يتم استهلاك وتخفيز هذا الأصل أثناء السرايانة بوليسا مثلا خلال سنة وبالتالي في نهاية هذه السنة مثلا سيكون المدفوعات المقدمة صفر وبالتالي تم استحقق في العام 20X1 بلغ إجمالي أصول المتداولة مليونين وتسعمائة واثنين واربعين ألف ريال وستدفق هذه الأصول قصيرة الأجل عبر الشركة خلال سنتها المالية وسيتم استخدامها للوفاء بالالتزامات المالية التي يجب دفعها خلال العام نحن ذكرنا أن أصول المتداولة سهل تحويلها إلى نقد وسيولة وبالتالي تستفيد منها الشركة في الوفاء بالالتزامات خلال هذا العام وتعد كل من قيمة الإجمالي وطبيعة هذه الأصول مهمة في تحديد قدرة الشركة على الوفاء بالالتزام إذن هذه المبالغ أو الأصول المتداولة تحدد قدرة الشركة على الوفاء بالالتزام نحن ذكرنا أن الشركة تستطيع الوفاء لكي أيضا تحصل على قروض وأموال وأيضا حقوق الأصول التي تتفعلها تجاه الآخرين وبالتالي تحكم عليها من خلال هذه الأصول المتداولة إذا كان لديها مبالغ مثلا متداولة تستطيع أن تحولها بشكل سريع ومن ثم توفي بالتزاماتها إذا لم يكن لديها أصول متداولة فقط أصول قد يكون ثابتة أو طويلة الأجل بالتالي قد يصعب عليها الوفاء بالتزامات خلال فترة قصيرة لذلك هذا ما يجعل الشركات كما ذكرنا تضع مبالغ في استثمار قصيرة الأجل لكي يسهل إعادتها إلى السيولة وإلى النقدية وهذه الميزانية العمومية ومركز المالي لمتجر دانا وكنا أيضا تنولناه دعونا نسلط الضوء على درس اليوم من خلال هذه الميزانية في صفحة 55 لدينا هذا المثال دعونا نقرب الصورة لكي تتضح لنا هذه أصول متداولة نحو ذكرنا أنها تحتوي على عدة نقاط وبالتالي النقد وما في حكمه الذمم المدينة المخزون المصروفات المدفوعة مقدما وكذلك الأصول المتداولة الأخرى وفي النهاية سيكون لدينا إجمالي لهذه الأصول إذن النقد وما في حكمه ذكرنا النقد الموجود لدى المنظمة المبلغ المبالغ المالية متوفرة وكذلك الأدوات قصيرة الأجل التي نستطيع تحويلها إلى نقد بشكل سريع وذكرنا عدة أمثلة في ذلك الذمم المدينة ذكرنا هي الحقوق التي للشاركة على الآخرين مثلا قمنا بإعطاء شركة أخرى بضاعة على الآجل إذن هي ما يسمى بالذمم المدينة المخزون وهي الكمية التي لدينا في المخزون والتي أيضا نستطيع بيعها ومن ثم الحصول على السيولة المصروفات المدفوعة مقدمة كما ذكرنا في التأمين هي المصروفات التي مثلا يدفعها مثل التأمين يدفع مقدم قيمة هذا التأمين ومن ثم قبل استحقاقه وبالتالي يعتبر من المصروفات المدفوعة مقدما من قبل الآخرين كذلك المتداولة الأخرى ذكرنا قد يكون لديك أصول متداولة أخرى تجمعها مع الأصول الأخرى وبالتالي يصبح لدينا إجمال الأصول المتداولة التي يسهل وهي أسهل تحويلها إلى أموال أو سيولة نأتي للأصول طويلة الأجل تشمل الأصول طويلة الأجل ممتلكات الشركة والمصانع والمعدات تستخدم لسنوات متعددة إذن حينما تشتري المنشأة مباني معدات مصانع هي تحتاجها إلى سنوات متعددة وبالتالي من الصعب تحويلها إلى نقد أو سيولة بشكل سريع لذلك مثلا يستخدم موظف الشرك هذا الأصول طويلة الأجل جنبا إلى جنب مع الأصول المتداولة لإنتاج السلع والخدمات إذن لا يمكن مثلا أن ننتج سلع وخدمات دون مثلا معدات وألات وبالتالي دائما ما تكون أصول الشركة هي خليط ما بين الأصول طويلة الأجل والأصول المتداولة التي ذكرناها قبل قليل يختلف نوع الأصول طويلة الأجل التي تستخدمها الشركة وكمياتها مع اختلاف القطاع إذن بحسب نوع النشاط أو التجارة التي تقوم بها سنختلف مثلا لدينا شركات متعلقة في المرافق والنقل إذن جميع ممتلكاتها قد تكون أصول ثابتة مثلا سيارات أو مركبات إذن المركبات من المتعارف عليها أن أصول طويلة الأجل أو مثلا معدات حينما يكون لدينا مرافق مباني هناك شركة مثلا متخصصة في المرافق وإنشاء المرافق إذن سيكون طبيعة عملها هو في المرافق وبالتالي المرافق هي تعتبر من الأصول طويلة الأجل مقارنة ببعض الشركات التي يكون عملها فقط أو جل عملها أو أغلبة يكون في الأصول المتداولة لذلك الاعتماد قد يكون على عدد كبير من المعدات والمصانع في هذه القطاعات وبالتالي تكون أصول الطويلة الأجل في هذه القطاعات أكبر من الأصول المتداولة بناء عليه ما ذكرنا قبل قليل لا تستطيع الشركات في هذه القطاعات مواصلة عملها ما لم تستثمر بشكل كبير في الأصول طويلة الأجل أيضا قد لا تختار جميع الشركات امتلاك هذه الأصول إذن حتى الشركات التي قد يكون لديها استثمار في الأصول طويلة الأجل قد لا يكون لديها قدرة على شراء مثلا مباني أو غيرها وبالتالي قد تلجأ إلى استئجارها لفترات طويلة مثلا تتجاوز سنوات عشر سنوات أو أكثر وهذا ما يشار إلى بالتأجيل وفي هذه الحالات جميعها تستخدم في الأصول طويلة الأجل إذن كما ذكرنا قد يكون لدي بعض الشركات مثلا احتياج مرافق كثيرة وبالتالي لا تستطيع بناء هذه المرافق هي تقوم باستئجار أو معدات أو مصانع وبالتالي هي أيضا سيكون لها نفس المعنى فيما يتعلق أنها أصول طويلة الأجل لمثلا إنتاج مخرجات الشركة وذلك مثلا كما ذكرنا سواء امتلكتها أو استأجرتها كلها تعتبر من ماذا الأصول طويلة الأجل الأصول طويلة الأجل نعود لمثال متجر دانا ذكرنا أنه قد استثمر بقيمة مليون وتسعمية واثنين وسبعين ألف ريال في المباني والمعدات المباني والمعدات تعتبر من أصول ماذا؟ الأصول طويلة الأجل كما ذكرنا الشركات غالبا ما يكون هي تستعين بالأصول المتداولة والطويلة الأجل لإنتاج منتجاتها وغيرها أو تقديم خدماتها يعتبر هذا الرقم صافيا ويتضمن استثمار أصلي في الأصول الثابتة مطروح منه تكلفة الاستهلاك هناك ما يسمى بتكلفة الاستهلاك وهي مثلا حينما تمضي السنوات بالتأكيد مثلا معدة ستضعف وسيكون عمرها الزمني كبير وبالتالي هناك ما يسمى بالإهلاك أو استهلاك لهذه الآلة وهذا أيضا سيكون في مراحل متقدمة إذن لا سنتحدث عنه الاستهلاك مهم لأنه عملية تخصيص تكلفة الأصل الثابتة على مدى فترة زمنية معينة إذن كلفنا هذا المبلغ مليون مثلا سيقسم على عد السنوات وبالتالي كل سنة ستقل قيمة مثلا بناء أو مثلا الآلة نفترض أنها آلة ومعدة لأن عادة الآلات ومعدات هي من قد تتقادم وبالتالي المباني قد تزداد سعرها أيضا كلما تم استخدام الأصول لطويلة الأجل كلما انخفضت قيمتها مع مرور السنين مثلا استخدمنا الآلة لمعدات لفترة طويلة وبالتالي بالتأكيد قيمتها ستقل مرورا بالوقت وكما ذكرنا من خلال استهلاكها وقد تتقادم التقنيات وبالتالي أيضا يختلف سعره أيضا الأراضي يعتبر من الأصول طويلة الأجل حينما يكون لدى الشركة تشتري أراضي أو تمتلك أراضي يمكن أيضا إدراجها ضمن الأصول الثابتة لماذا؟ لأنها قد تزداد فترة تحويلها كما ذكرنا لأموال لأكثر من سنة وبالتالي تصنف من الأصول طويلة الأجل عكس استثمارات في المصانع ومعدات لا يتم استهلاك الأراضي إنما يتم تسجيلها في الدفاتر بتكلفتها أو بسعر الشراء إذا كما ذكرت قبل قليل أن المصانع والمعدات لديها فترة استهلاك وبالتالي مع مرور الزمن ستقل تكلفتها أما الأراضي عادة تدون بسعر التكلفة تم شراءها بمليون إذن سيكون قيمتها في الدفاتر أو قيمتها في المركز المالي بمليون حتى لو زاد سعر السوق فيها لن نستطيع توضيحها في هذه المركز نضعها بتكلفتها أو بسعر الشراء أما المصانع ومعدات سنضع بند الاستهلاك في القائمة أو في المركز المالي لكي يخصم من قيمة هذه المعدات والمصانع مع ذلك كما ذكرنا قد تزداد قيمة الأرض ويمكن المحاسم في هذه الحالة رفق قيمتها في دفاتر الشركة بعد الدراسة تكون مستفيدة ومن ثم قد يتم وضع هذا السعر بعد الدراسة ولكن في بداية كما ذكرنا يتم وضع تكلفة الشراء أو سعر التكلفة أما العنصر المتبقي على جانب الأصول في الميزانية فهي أيضا أصول طويلة الأجل الأخرى كما ذكرنا هناك أصول متداولة أخرى أيضا لدينا أصول طويلة الأجل الأخرى تشمل مثلا الأسهم في الشركات الأخرى السمعة الأصول غير الملموسة قد تستثمر هذا الشركة بشراء أسهم في شركات في سوق العمل وبالتالي هذا في سوق المال وكذلك السمعة للمنظمة قد تكون أيضا من الأصول طويلة الأجل التي بنيت على سنوات كذلك قد يكون العلامة التجارية قد تكون أيضا من أصول غير الملموسة على الرغم من إمكانية بيع الأسهم في الشركات الأخرى وتحويلها نقد كما ذكرنا الأسهم تعتبر من أدوات القصيرة وبإمكانها نحولها إلى نقد وبالتالي تعتبر النقد وما في حكمه ولكن غالبا ما تعتبر هي منفصلة عن الأصول متداولة الشركة وتصنف كأصول طويلة الأجل أيضا السمعة تحدث عندما تشتري إحدى الشركات شركة أخرى وتدفع أكثر من قيمتها الدفترية والقيمة المحاسبة للشركة دعونا نأخذ مثال إذا مثلا اشترت شركة ألف الشركة باء بمقابل 100 مليون ريال فيما لا تساوي القيمة الدفترية وهي القيمة التي تكلفت هذه المنشأة وقيمتها الحقيقية 60 مليون في الدفاتر 60 مليون إذن هناك فرق لماذا تم دفع 100 مليون وقيمتها الدفترية تم دفع 100 مليون وقيمتها الدفترية فقط 60 مليون ريال لماذا؟ لأن هذه السمعة الشركة قد يكون لديها علامة قوية أو لديها مثلا شهرة وبالتالي تم دفع هذه المبالغ وبالتالي هذا ما يسمى بالأصول طويلة الأجل وما يسمى بالسمعة إذن قد تشمل أيضا لدى هذا الشركة قد يكون لديها اختراعات أو براعات اختراع وغيرها وبالتالي هذا أيضا ما يسمى بالأصول غير متداولة أو غير الملموسة إذن نعود إلى الصورة الكاملة الليميزانية كما ذكرنا نحن تحدثنا عن الأصول المتداولة ومن ثم تحدثنا عن أصول طويلة الأجل بعد ذلك في دروس قادمة سنتناول الالتزامات سواء طويلة الأجل أو قصيرة وكذلك يا حقم سامين نقرب الصورة على الأصول طويلة الأجل لدينا كما ذكرنا الأراضي غير مستهلكة المباني المعدات ناقص الاستهلاك وهذا ما تحدثنا أنه سيتم خصم من المعدات نظير استهلاك المتراكم للسنوات وكذلك إجمال الممتلكات والمصانع والمعدات أيضا يعتبر من الأصول وأخيرا سيكون لدينا أصول طويلة الأجل بهذا تكتمل الأصول وهذا ما يسمى بإجمال الأصول إذن أصول متداولة والأصول الثابتة نجمعهم وذلك يسمى بإجمال الأصول بلغت في المثال مليونين وتسعمية واثنين ووربعين والممتلكات والمصانع أيضا مليون وتسعمية واثنين وسبعين والأصول الأخرى أربع مليون سبعمية وربعين ألف كذلك ريال وبالتالي أصبح إجمال الأصول المتداولة وغير المتداولة الثابتة تسعة مليون وستمية واربع وخمسين ألف في هذا العام يتم تمويل هذه الأصول من خلال مطالبات المدينة ومساهمين وأي التزامات الشركة وحقوق المساهمين كما ذكرنا مساهم قد يقوم بدفع مبالغ وهو أيضا ما يسمى برأس المال وكذلك قد يكون لدينا حقوق لدى الآخرين ونمول هذه الأصول أو ناخذ قروض مثلا ومن ثم نقوم بشراء هذه الأصول أو تمويلها إذن نجمع هذه الأصول في صورة واحدة كما ذكرنا أصول متداولة وإجمالي أصول أصبح مليونين وتسعمية واثنين وربعين ألف لدينا أصول طويلة الأجل وبالتالي يصبح إجمالي الأصول في نهاية الأمر تسعة مليون وستمائة وأربعة وخمسين ألف إذن تم جمع الأصول المتداولة مع الأصول طويلة الأجل وبالتالي يصبح لدي إجمالي الأصول وكما ذكرنا يوضح ذلك من خلال قائمة المركز المالي أو ما تسمى بالميزانية العمومية إذن الميزانية العمومية هي توضح لديك الأصول طويلة الأجل والأصول متداولة وكذلك الدروس القادمة الالتزامات وحقوق المساهمة إذن تنورنا في هذا الدرس الأصول ما هي الأصول؟ ذكرنا أنها البضائع أو امتلكات التي تمتلكها الشركة والأسرة ويمكن تحويلها إلى نقد ذكرنا هناك قسم إلى قسمين أصول أصول متداولة هي أصول قصيرة الأجل يتوقع تحويلها نقد خلال السنة مالية إذن نستطيع من خلال سنة أو أقل نحول هذا الأصل إلى مال وبالتالي يسمى أصول متداولة الأصولة من الصعب تحويلها لأكثر من عام تسمى الأصول طويلة الأجل مثل المصانع والمعدات ذكرنا المخزون هو ما تقدمه الشركة للبيع من سلع ومنتجات وغيرها الذمى المدينة ذكرنا عرفناها هي الذمى الناشئ عن بيع تماني والتي لم يتم تحصيلها بعد قمنا ببيع منتجات لشركة أخرى لعملاء ولم يقوموا بالسداد إذن هي ذمى مدينة وأشرنا إلى نقطة قد يكون هناك ذمى مدينة مشكوك فيها تطرح من الذمى المدينة قبل وضعها في قائمة المركز المالي ذكرنا الاستهلاك وهم متعلق في المعدات والآلات أو الأصول في المعدات والآلات نضير مروس سنوات سيكون هناك استهلاك لهذه المعدات وبالتالي ستقر قيمتها لذلك لا بد أن يتم إضاحها في قائمة المركز المالي أو الميزانية العموبية إلى هنا عزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم